جهاز أسوس زيفرس دوو 15 يعتبر أول جهاز مخصص للألعاب يقدم شاشتين مع العديد من المواصفات التي تجعله يبرز بين أجهزة الألعاب فهل سيكون هذا الجهاز هو بديل كل الأجهزة المحمولة من الفئة العليا؟ معكم بندر العلي وهذه معينتي لجهاز زيفرس دوو 15 موسيقى 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 هو الشاشتين التي يقدمها وقدمت أسوس سابقا جهاز زينبوك برو دو بنفس الفكرة ولكن هذه المرة مع شاشة ثانوية ترتفع بشكل تلقائي إلى الأعلى عند فتح الغطاء العلوي مما يقدم لك زاوية رؤية أفضل الشاشة الرئيسة في الأعلى هي شاشة بحجم 15.6 بوصة من نوع IPS LCD تعمل بدقة 4K وبتردد 60 هيرس وتقدم نسبة توافق مع مدى ألوان أدوبي RGB يبلغ 100% حسب ما هو معلن والشاشة الثانية هي شاشة بحجم 14.1 بوصة تدعوها أسوس بشاشة ROG ScreenPad Plus وتعمل هذه الشاشة بدقة 3840x1100 بيكسل وهي من نوع AHVA IPS ولتعمل بتردد 60 هيرس وتدعم اللمس والقلم كذلك الشاشة الرئيسة داعمة لنظام إنفيديا جي سينك الذي يمكن تفعيله أو تعطيله أو تفعيل نظام الأوبتموس من خلال تطبيق الأرموري كريت ونظام ويندوز يتعرف على الشاشة الثانوية كشاشة ثانية وهذا يعني أنه يمكن الترقل بين الشاشتين وسحب ما ترغب إلى الشاشة الثانية وتطبيق Screen Export يساعد أيضا من خلال تقديم اختصارات عند تحريك النافذة مما يتيح لك تحريك النافذة بشكل سريع للشاشة الثانية أو تثبيتها في اختصارات الشاشة الثانية أو جعل النافذة تشغل كل الشاشتين وتقدم الشاشة الثانية أو Screen Pad Plus لوحة تحكم خاصة بها تدعم اختصارات لتطبيقاتك وخيارات للتحكم بالشاشة بشكل كامل ونقل المحتوى المعروض بين الشاشتين وغلق لوحة المفاتيح لتتمكن من الرسم على الشاشة الثانية ويمكن أيضا تقسيم الشاشة لتكون مناسبة للبثة المباشر أو لصناع المحتوى خاصة في برامج المنتاج وتصحيح الألوان حيث أن الشاشة الأساسية قدمت بعد اختباري لها 98% من صحة ألوان الرجي بي و76% من نسبة ألوان أدوبي رجي بي خلال اختباري لها مع درجة سطوع بلغة 300 نت بالعودة للتصميم الخاص بالجهاز وبالتحديد الغطاء العلوي نرى أنه مغطى بطبقة من المعدن مع شعار الارو جي الموجود في الزاوية والعاكس وعند فتح الغطاء نرى لوحة المفاتيح التي يحيط بها أيضا إطار معدني ومجملا جودة البناء في هذا الجهاز جدا ممتازة مع أبعاد ونحافة جيدة تجعله مناسب للتنقل في كل مكان لوحة المفاتيح تتواجد أسفل الشاشة الثانوية وهي من نوع الشيكلت وتقدم إضاءة رجي بي لكل مفتاح بثلاثة مستويات سطوع بالإضافة إلى تغيير نمط الألوان مباشرة من خلال لوحة المفاتيح وتقدم هذه اللوحة تجربة طباعة جيدة والمفاتيح بعمق 1.4 مم واللوحة موزعة بشكل جيد جدا ومن ناحية تجربة الطباعة كما ذكرنا فهي تجربة جميلة جدا وأيضا المفاتيح هادئة ولا تصدر ضجج بجانب لوحة المفاتيح تتواجد تراكباد أو ما تسمى بالبرسجن تاتشباد وتعمل هذه تراكباد بشكل ممتاز جدا باستجابة أيضا ممتازة ودعمة لتعدد النقر وأيضا إماءات ويندوز وتعمل أيضا هذه تراكباد كلوحة مفاتيح أو نوم باد عند تفعيلها من خلال النقر على الزر الموجود في الزاوية العلوية ومجملا تجربة استخدام تراكباد أرى أنها جدا ممتازة ومريحة كونها على الطرف مع مفاتيح تقدم استجابة ونقرة ممتازة في أعلى تراكباد تتواجد مفاتيح الإختصارات لتفعيل تطبيق الأرموري كريت وتفعيل الشاشة الثانية أو إغلاقها ومفتاح لتحويل الأسهم إلى Page Up و Page Down وأخيرا مفتاح التشغيل والإغلاق في الجانب الأيمن تتواجد عندنا فتحة التهوية وبجانبها مقبس الطاقة ومنفذي السماعة والمايك وبالجانب المقابل يتواجد عندنا منفذي USB من نوع Type A 3.2 الجيل الأول ثم منفذ USB Type C 3.2 داعم للثاندربولت 3 متبوعا بمنفذ هوا بالانتقال إلى الواجهة الخلفية نرى أنه عندنا منفذ HDMI 2.0 B ومنفذ USB 3.2 الجيل الأول ثم منفذ شبكة من نوع جيجابيت وفتحتين تهوية في كل الزاويتين ومن ناحية خيارات التوصيل اللاسلكية فهذا الجهاز يدعم اتصال واي فاي 6 وبلوتوث 5.1 في أسفل الجهاز تتوافر عندنا فتحات التهوية ويمكن أيضا إزالة الغطاء بشكل سهل من أجل ترقية الذاكرة أو التخزين وبالحديث عن التخزين في هذا الجهاز فهو بساعدة 2 تيرابايت وهو عبارة عن قرصي سامسونج مربوطة مع بعض بنظام RAID 0 لتقدم لك سراعة قراءات عالية والأقراص من نوع NVMe أما الذاكرة الموجودة في هذه النسخة فهي ذاكرة بحجم 32 جيجابايت من نوع DDR4 تعمل بيترده 3200 ميجا هرتز وهي مقدمة من سامسونج وبالحديث عن نظام التبريد في هذا الجهاز فهو أيضا محدث عن الجيل السابق ويدعى هذا النظام Active Aerodynamic System Plus حيث أنه عند فتح غطاء الشاشة الرئيسة ترتفع الشاشة الثانوية إلى الأعلى بمقدار 13 درجة والذي بدوره يحسن الأداء الحراري ونظام التبريد هنا يضمر واحدين بخمسة أنبيب تقوم بتبريد المعالج ومعالج الرسوميات ومن خلال تطبيق Armor Recruit يمكن التحكم بأنماط التبريد حسب مستوى الأداء المطلوب ومن ناحية مستوى الضجيج فأرى أنه مقبول جدا لما انفعل الجهاز على النظام التربو أو نظام توفير الطاقة بحيث أنه يكاد يكون صامت والجدير بالذكر أيضا أنه في هذا الجهاز تم استخدام معجون تبريد من نوع Liquid Metal مقدم من Thermal Grizzly يحسن التبريد بمقدار 8 درجات مياوية تساهم في خفض مستوى الحرارة بالإضافة إلى مستوى الضجيج الأداء الصوتي أيضا ممتاز في هذا الجهاز من خلال سماعتين في الزوايا كل سماعة بقدرة 4 واط تقدم مستوى صوتي مرتفع وواضح البطارية في هذا الجهاز هي بطارية بقدرة 90 واط ساعة ومن خلال نمط MS Hybrid G-Sync يمكن إطالة عمر البطارية بإغلاق معالج الرسوميات أو G-Sync والتحول إلى كرت الشاشة الداخلي أو نظام Optimus لتحصل على عمر بطارية يصل إلى 6 ساعات عمل على الشاشة الرئيسة وأربعة ساعات عمل على كلا الشاشتين يعمل جهاز Zephyrus Duo 15 بمعالج الجيل العاشر i9-10-098HK ومعالج رسوميات RTX 2080 Super من نوع Max-Q ومن خلال تطبيق Armor Create مرة أخرى يمكن رفع أداء المعالج وكرت الشاشة بشكل تلقائي للحصول على أقصى أداء بالإضافة إلى توفر رمط للتحكم يدوي أو مانيول نقدر من خلاله نرفع تردد المعالج وتردد معالج الرسوميات وأيضا سرعة المراوح مع مراقبة أداء الحرارة ومعالج الرسوميات وبقية مكونات الجهاز والتحكم بها من خلال تطبيق Armor Create وقبل ما نشوف نتائج اختبار الجهاز هذا حب أذكركم إذا ما كنتم مشتركين معنا بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيئات ونشر الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بلا شك أن جهاز اسوس زيفرس دو 15 هو جهاز يقدم تصميم مميز مدعوم بمميزات كثيرة تجعله مناسبا لللاعبين وصانعي المحتوى وأصحاب البث المباشر على حد سواه وبفضل الشاشة الثانية يقدم هذا الجهاز إمكانيات رائعة لتعدد المهام مع عتات قوي وخاصية التحكم بفصل كرت الشاشة لتقديم عمر بطاري أطول وأداء صوتي ممتاز بالإضافة إلى وزن خفيف وأبعاد جدا ممتازة تجعله مناسب للتنقل ومجبلا إذا كان موضع لوحة المفاتيح ما يشكل لك أي مشكلة بالإضافة إلى موضع تراكباد والشاشة الثانوية تعتبر مهمة بالنسبة لك أرى أنه هذا الجهاز رح يكون واحد من أفضل الخيارات إذا كنتبحث عن جهاز محمول يقدم لك إمكانية تعدد المهام حاليا سعر جهاز الاسوس زيفرس دو 15 هو 21899 ريال سعودي لنسخة 4K ويتوفر منه أيضا نسخة ثانية بشاشة بدقة 1080 وتردد 300 هرتز أتمنى أن تكون نظرتنا على جهاز الاسوس زيفرس دو 15 نالت على استحسانكم وإذا كان عندكم أي استفسارات رح أسعد بالإجابة عليها في قسم التعليقات كما هي العادة لا تنسونا اشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيئات عشان يوصلكم جديدنا كان معاكم أخوكم مندر سلام عليكم شكرا للمشاهدة